اشتركوا في القناة وزير المالية يؤكد ان المملكة ماضية في تنوع مصادر الدخل وفي نشرتنا ايضا البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن يدشر مشروع اعادة تأهيل الطريق عقبة هيج العبد لربط تعز بالمحافظات الاخرى اهلا بكم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اهل سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اهل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء برقيته تهنئة لدولة السيدة انتوني البانيزي بمناسبة ادائه اليمين الدستورية رئيسا لوزراء كومنويلث استراليا زار صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع مقر القيادة الوسطى الامريكية في مدينة تامبه بولاية فلوريدا الامريكية وكان في استقبال سموه لدى وصوله قائد القيادة الفريق الاول مايكل كوريلا وكبار المسؤولين العسكريين الامريكيين في القيادة الوسطى الامريكية واجتمع سموه خلال الزيارة مع قائد القيادة الوسطى الامريكية واستعرض معه العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في ظل ما يربط المملكة والولايات المتحدة من علاقات متينة بالاضافة الى بحث التعاون في المجال الدفاعي والعسكري كما بحث عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التحديات التي تواجهها المنطقة وسبل التعامل معها بالاضافة الى التأكيد على اهمية العمل والتنسيق المشترك بين البلدين ودورهما في حفظ الامن وتعزيز الاستقرار الاقليمي والدولي شارك وزير الخارجي اهل امير فيصل ابن فرحان في جلسة حوارية بعنوان النظرة الجيوسياسية ضمن منتدى دافوس الاقتصادي والمنعقد في سويسرا حيث تشارك المملكة بوفد رفيع المستوى للتبحث مع الشركاء في عدة قضايا اقتصادية وتلموية بهدف تطوير حلول فعالة للتحديات العالمية قال وزير المالية محمد الجدعان في جلسة حوارية ضمن منتدى دافوس الاقتصادي ان المملكة ماضية في تنوع مصادر الدخل ونيوم تندرج في هذا الاطار كما اعلن الجدعان اكتمال الرابط مع يورو كلير بمزود خدمات ما بعد التداول بالسوق المالية السعودية من خلال شركة مركز ايداع الاوراق المالية ايداع اعلن اليوم بان مركز تداول او شركة تداول للمداولات البورصة تربط او ارتبطت مع يورو كلير لخدمات ما بعد التداول وهذا سوف يفتح المجال بشكل كبير لسوق المحلية فبالتالي لازلنا نطور السوق الديون وسوق الاستثمار التاريخ يقف عند نقطة تحول السياسات الحكومية واستراتيجيات الاعمال عنوان منتدى دافوس 20-22 الذي انطلق حضوريا بعد عامين من الظل الثقيل لجائحة كورونا يناقض دافوس في ظل ظروف هي الاصعب منذ اكثر من ربع قر واستحر بروسية اوكرانية غربية مستمرة تلقي بتبعاتها على الاقتصاد العالمي وموجة التضخم القياسية التي تمر بها العديد من الدول الحمد لله وجودنا قوي وتمثيلنا قوي واليوم لدينا الفرصة للتحدث عن انجازاتنا الكثيرة من خلال التحول في رؤية المملكة 20-30 المملكة تشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي حيث سيتباحث وفدها مع الشركاء في العديد من القضايا الاقتصادية التنموية المطروحة للنقاش بهدف تطوير حلول فعالة للتحديات العالمية ومن بينها تغير المناخ وتأثر امن الاندادات العالمية والمخاطر الجيوسياسية وامن الطاقة فضلا عن المخاطر والتداعيات المستمرة لجائحة كوفيد-19 رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي رحب بوفد المملكة واصفا اياه بالقوي مشدا بالاصلاحات التي تشهدها كاشفا عن ان المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها تدرس امكانية عقد القمة الاقليمية للشرق الاوسط وشمال افريقيا في الرياض حال عودة عقادها هناك استثمارات مهمة في المملكة وجدية لتنويع الاقتصاد والتكنولوجيات الحديثة والتعليم والمهارات مع انشاء صندوق ثروة سيادي قوي جدا وقد لمست التقدم التكنولوجي الكبير خلال زيارتي للرياض منذ عام عندما افتتحنا مركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية ويحمل وفد المملكة معه الى دافو استجارب مهمة عن الانجازات السعودية في الاستجابة للتحديات العالمية وادارة التحول الذي يشكل العنوان الرئيس للمنتدى كما تقدم التطورات المتسارعة في المملكة وفق مستهدفات رؤيتها 2030 انموذجا متميزا فيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا زميل وليد الخنفور وليد بداية أهلا بك في هذه النشرة مع انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي ما هي القضايا التي ستركز عليها هذه النسخة من المنتدى اسمعني وليد مساء الخير عزيزي أرحب بك وأرحب بالسعادة المشاهدين النعم اليوم هو اليوم الثالث لمنتدى الاقتصاد العالمي واستمرار النعم لتغطيتنا لهذا الحدث ومشاركة المملكة أيضا ينضم معي الآن فهد النعيم الوكيل المساعد لوزارة الاستثمار سيد فهد أرحب بك في شاشتنا سعيدين بتواجدك معنا اليوم استاذ فهد طبعا حدثنا عن مشاركة وزارة الاستثمار في منتدى الاقتصاد العالمي الله أعطيك العافية شكرا لك والله الحمد المشاركة كانت قوية وفعلا لمسنا ثقة المستثمرين العالميين وردنا طلبات كثيرة العقدة باستماعات الثنائية مع وفد وزارة الاستثمار قمنا باستعراض بعض الفرص اللي جالسين نحضر لها خلال السنتين الماضية تعكس البيئة الحاضنة للاستثمار في السعودية فعلا ثقة كبيرة وطموح عالي من المجتمع العالمي للفرص الاستثمارية في السعودية برضو كان في حوار رفيع المستوى السعودي سويسري مع قادة الشركات السعودية تبادلوا فيها وجهات النظر والنظر المستقبلية لسوق الاستثمار وان شاء الله راح نتمم العمل لما نرجع للسعودية تترجمها لقاءات هذه المشاريع تقدم الرؤية بإذن الله في التأكيد استاذ فهد ما هي أهم الأهداف التي تطمع لها كما نقول أوصو أيضا وزارة الاستثمار في النقاش فيها أو إيجاد حلول لها وزارة الاستثمار طبعا نبي نقدم المستثمر الدولي ومستثمر المحلي على حد سواء نزيد من العمليات الاستثمارية في السعودية خصوصا في مجال المشاعة الصغيرة المتوسطة هي موفر الوظائف الأول فأي اقتصاد تنويع مصادر الدخل والأهم تطوير العنصر البشري الشركات العالمية تجيب معها غير رؤوس الأموال المعرفة وهذا اللي فعلا يهمنا بحيث أن الموظف والموظف السعودية يكونون إن شاء الله من أواء المؤهلين العالمية شكرا لك فهد النعيم السعديم بتواجدك معنا اليوم كل التوفيق إن شاء الله شكرا شكرا لك زميلي العزيز أنتقل إليك إذن كل شكر وتقدير لمراسل الأخبار السعودية الزميل وليد الخنفور من دافوس شكرا لك ولضيفك الكريم شكرا لكم موسيقى موسيقى التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار وخادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة وفدا من لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور أيمن فاضل وتمنى سموه لعضاء المجلس النجاح خلال زيارتهم مؤكدا حرص القيادة على توفير وتسخير كافة الإمكانات لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة من جانبه قدم عضو المجلس الدكتور أيمن فاضل نبذة عن أبرز الاجتماعات واللقاءات والتي سوف تعقد خلال هذه الزيارة مع المسؤولين في منطقة مكة المكرمة وتشمل رئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إضافة إلى عقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين في أمانة محافظة جدة والغرفة التجارية وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة الطائف رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفلة خريجي وخرجات جامعة الفيصل للعام الجامعي 1442-1443 وذلك في مقر الجامعة واجتمل الحفلة على مسيرة لطلاب الخريجين وفيلم للجامعة كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من جهته أشار رئيس جامعة الفيصل في كلمته بهذه المناسبة أن الجامعة تقدمت خمسين مركزا في تصنيف التايوز للتعليم العالي لتصبح جامعة الفيصل ضمن أفضل مئتي جامعة على مستوى العالم من جهة ثانية التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياضة في مكتبه بقصر الحكومة اليوم محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد أصويان يرافقه قيادات والهيئة واستمع سموه إلى نبذة عن الهيئة وتوجهات الاستراتيجية والإطار التنظيمي لأعمالها وأوضح المهندس أصويان الأهداف عن من خدمة المستفيدين والعمل على رفع كفاءة التواصل الحكومي الرقمي مشيرا إلى تقدم المملكة التقنية على مستويات دولية في مجال الخدمات الأكترونية كما جرى خلال اللقاء بحث مجالات التنسيق والتعاون بين إمارة المنطقة والهيئة من عقد ورش عمل مشتركة وتقديم تصور عام للمنظومة التقنية وجوانب الدعم والاستشارات التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في الجلسة الأسبوعية رؤساء المحاكم والمواطنين ومدير الإدارات الحكومية والمدنية والعسكرية وذلك في القصر الحكومي بتبوك وتناول سموه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات سائل الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها كما رأس سمو أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي الجاري واطلع المجلس على المشاريع المعتمدة للمنطقة في ميزانيات بعض الجهات الحكومية كما اطلع على تقرير المشاريع التلموية الجاري تنفيذها وسير العمل فيها وكذلك النسب الإنجاز وأوجه الأمير فهد بن سلطان بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع الأسر في مدينة تبوك وجمع المحافظات وإيجاد حلول مناسبة للحد من آثار المشكلات الأسرية في المجتمع كما رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة جلسة الدورة الثانية من الفترة السابعة للعام المالي الجاري لمجلس المنطقة الشرقية وأكد سمو على أهمية دراسة كل ما يرد من محافظات المنطقة المختلفة ومتابعة احتياجات المواطنين واعتماد التوصيات والتي تضمن استمرار عملية التنمية وفق الأولويات والاحتياجات وشدد سمو أمير المنطقة الشرقية على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات والتنسيق مع الجهات المختلفة لتحقيق تطلعات القيادة أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم أن أبناء الوطن نسيج واحد متكامل تحت رأية التوحيد بالرغم من اختلاف الميول وبعيدا عن المناطقية جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لسموه اليوم بقصر التوحيد بمدينة بريدا بعنوان ثقافة الاختلاف والتي شارك بها الأستاذ بجامعة الملكة عبد العزيز بجدة دكتور خالد كريري ومدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن الداود بحضور عدد من المسؤولين والأعيان والأهالي بالمنطقة وشهدت الجلسة عرضا مرئيا يحكي الجهود التي تبذلها المملكة في اتجاه رفع الوعي في ثقافة الاختلاف والأدوار المؤسسية التي تبذلها الجهات المعنية افتتح سمو أمير منطقة القصيم ورشة عمل المتحدثين الرسميين في الأجهزة الحكومية بالمنطقة والتي تعنى بتطوير مهارات المتحدثين الرسميين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة المزيد في التقرير التالي تعزيزا لدور المتحدث الإعلامي والناتق الرسمي للجهات والمؤسسات وتطويرا لمهاراتهم للتعامل مع الأحداث بكل احترافية ومهنية ورشة عمل المتحدثين الرسميين للجهات الحكومية نظمتها إمارة المنطقة بقاعة الدرعية بديوان الإمارة شهدها أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز وشارك فيها متحدث وزارة الداخلية وديوان المحاسبة العامة استعرض خلالها دور المتحدث الإعلامي للجهات الحكومية في التعامل مع الوسائل الإعلامية والأخبار الصحفية إلى جانب دور المتحدث الإعلامي في استثمار وسائل الإعلام في رفع الوعي للمحافظة على المال العام وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية أمير القصيم أكد على أهمية دور المتحدث الرسمي لكافة القطاعات الحكومية لإضاحة الحقائق منعاً للشائعات ببيانات شفافة وواضحة عندما يكون الميانات التي تصدر من الاتهات المعنية واضحة بكل الهدوح وفيها من الشفافية وفيها من يعني ذكر الحقائق كاملة بدون تردد فيكون أثر على المواطن وعلى كل ما يخص الوطن بدون هذا نشك إيجابي وعلى أعلى مستويات الإيجابية وآتات هذه الورشة التي نظمتها إمارة القصيم ضمن سلسلة من المبادرات الإعلامية التي تستهدف تعزيز الاستثمار الأمثل للوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية للوصول للأخبار الموثوقة عبر مصادرها الرسمية وتحفيزاً للمتحدثين الرسميين لتعاون والتعامل مع المتلقي بكل احترافية وشفافية علي العطينان بريدة يرعى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل غداً انطلاق بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة والخيل المصرية كحيلة في نسختها الثانية وذلك في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض بإشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة وأوضحت اللجنة المنظمة بأن البطولة تقام اعتزازاً بتاريخ وتراث الخيل العربية الأصيلة وإبراز هذه الرياضة العريقة وجهود المملكة في النهوض بها في المحافل المحلية والدولية اشتركوا في القناة نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلاً بكم رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة حفل تخريج الدفعة الثامنة عشر من طلبة جامعة طيبة للعام الجامعي 1443 للهجرة والبالغ عددهم 4309 الطلاب من مختلف التخصصات والدرجات العلمية وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طيبة بالمدينة المنورة واجتمل الحفل على مسيرة وكلمة للخريجين كما كرم سمو أمير المنطقة الفائزين في مسابقة برنامج سفراء الوسطية في نسخته السادس رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة لاجتماع الثامن للجنة وذلك في قاعة الاجتماعات بالإمارة وأكد سموه في مستهل الاجتماع أن توجيهات القيادة الحكيمة تشدد على دعم جميع مبادرات الإسكان التي خصصت لها الدولة برنامجا ضمن برنامج رؤية المملكة 2030 لتوفير السكن الملائم للمواطنين واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال التوصيات في الاجتماع الماضي وكذلك الآلية الخاصة في متابعة الجمعيات الخيرية الشركة للبرنامج التنموي للبرنامج التنموي من برنامج الإسكان التنموي كما اطلع الاجتماع على مشروعات الإسكان التنموي في المنطقة والتي تتضمن البدع في تنفيذ بناء 708 وحدات سكنية في مدينة عرار كما التقى سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بعض هيئة كبار العلماء دكتور جبريل البصيلي ونوها سموه بالمبادرات الوطنية التي تقدمها الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من خلال زيارة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء الهيئة لعدد من القطاعات الأسكرية وللجامعات ضمن برنامج الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء القيم العليا للإسلام مثمنا سموه الدور الكبير الذي يطلع به العلماء في نشر الوساطية والاعتدال من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والتي تعزز اللحمة الوطنية رعى صاحب السمو الملكي الأمير السعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة حفل تخريج الدفع الثلاثين لطلاب وطالباته كليات ومعاهد الهيئة الملكية بكلية ينبع الصناعية والبالغ عددهم 1394 طالبا وطالبة من مراحل البكالوريس والدبلوم وذلك بمركز الملك فهد الحضاري بمحافظة ينبع وأكد سمو نائب أمير المنطقة أن الدعم الذي تقدمه القيادة الحكيمة للمؤسسات التعليمية بمختلف التخصصات يسهم في استعاب أبناء وبنات الوطن وتأيئة الفرصة لهم للاستزادة العلمية والتي تمكنهم بعد تخرجهم من خدمة وطنهم وكذلك الإسهام في تنمية مقدراتهم شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياضة حفلة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة بمناسبة ذكر اليوم الوطني لبلادها وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياضة وكان في استقبال سمو لدى وصوله مقر الحفل القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينو سترونغ وعدد من المسؤولين بالسفارة شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العمل الشؤون الصحية بالمنطقة وكلية الطب جامعة الجوف والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم وتهدف لخدمة مرضى الروماتيزم وخشونة المفاصل وذلك خلال لقاءه بمدير الشؤون الصحية بالمنطقة فارس الرويلي وبعدد من المسؤولين وثم ناسمو هذه الشراكات المجتمعية والتي تسهم في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمستفيدين بالمنطقة والتسير على المرضى وذويهم وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة في مكتبه بمقر المحافظة الدكتور نايف الزارع بمناسبة تعيينه مديرا عاما للتعليم بمحافظة جدة وأتمنى سموه التوفيق والسداد للدكتور الزارع في مهام عمله الجديد زار وفد لجان مجلس الشورى المتخصصة أمانة محافظة جدة وذلك في إطار الزيارة الحالية والتي يقوم بها الوفد لمنطقة مكة المكرمة حيث استمع الوفد لا شرح عن مناطق إزالة الأحياء العشوائية ومراحل الخطة التنفيذية والزمنية وآلية العمل ونسبة الإنجازة كما جرى مناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالدعم والخدمات المساندة المقدمة لسكان الأحياء المزالة وكذلك التحديات التي تواجه الأمانة وسبول معالجتها كما استعرض خلال الزيارة المشاريع والخدمات التي تقدمها الأمانة للمواطنين والمقيمين افتتح رئيس جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية دكتور أحمد العامري أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة عمداء القبول والتسجيل بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأشار رئيس الجامعة أن مسيرة قطاع التعليم تحظى باهتمام خاص وعناية تامة ومتابعة مستمرة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله مما أسهم في تحقيق هذه النهضة التعليمية الشاملة بمعايير عالمية وطالب الدكتور العامري بمضاعفة الجهود والعمل على تحقيق ما تصب إليه جامعات دول المجلس من تميز واحترافية وبخاصة في ظل التحول الرقمي الذي تسارعت فيه وطيرة تحديث الأنظمة وإجراءاتها وتطوير أساليبها وآلياتها احتفلت جائزة غازي القصيبي بالفائزين في دورتها الأولى وذلك خلال حفل نظمته الجائزة بجامعة اليمامة بالرياض في فروع الجائزة الثلاث وهي الأدب والإدارة والتنمية والتطوع وسط تواجد عائلة غازي القصيبي رحمه الله والعديد من أعضاء اللجنة العلمية المشرفة على كرسي غازي القصيبي للدراسات التلموية والإشرافية في فروع الأدب والإدارة والتنمية والتطوع تم تكريم الفائزين بجائزة غازي القصيبي في دورتها الأولى بتنظيم من جامعة اليمامة ممثلة بكرسي غازي القصيبي للدراسات التنموية والإشرافية طبعا هذه الجائزة جزء مهم تربط بين الماضي والمستقبل تربط بين إنجازات وعطاء سيد الوالد رحمه الله في الماضي مع الإنجازات والعطاء للجيل الجديد فأحنا كعائلة طبعا هذه الجائزة تمثل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا حسب التقييمات التي وصلتنا كل الأراء تؤكد أن الفائزين يستحقون هذه الجائزة وهذا هو يمكن المعول نحن نعول كثيرا على الحياد والموضوعية وأن تكون هذه الجائزة معيارا حقيقيا للتميز والإبداء طبعا الفوز بأي جائزة يعني يغري بالفخر لكنها عندما يكون فوز بجائزة ترتبط باسم شخصية متميزة بارزة مثل دكتور رازل صيبيها لا يغفر عليها معدن عجمل اليوم كنا في الجائزة في قطاع التطوع وساعدنا جدا وعطانا حافز كبير بأن نستمر في تقديم خدماتنا في جميع مناطق المملكة سواء البحث المفقودين في خارج النطاق السكاني أو انقاذ السيارات العالقة في السيول والرمال أو تقديم الإسعافات الأولية في الحرم المكي والحرم المدني وكذلك التوعية والتدريب في مجالات الصحة والسلامة والإسعافات فاز بالجائزة في فرع الأدب المركز الأول سيرة الدكتور حمزة المزيني التي تحمل عنوان واستقرت بها النواء وفي فرع التنمية والإدارة فاز قطاع الأمن العام وتطبيق توكلنا مناصفة وفي فرع التطوع فازت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ دلعزيز الموينة الرياض يختتم معرض الرياض الدولي للسفر الفين واثنين وعشرين فعالياتها اليوم في مركز المعارض ويعد هذا المعرض من أكبر حدث سياحي دولي وقام في المملكة يجمع بين المستهلكين وكبرى الشركات المحلية والدولية في قطاعات السياحة والضيافة والنقل الجوي والبحري للمزيد حول هذا المعرض ينضم إلينا من هناك مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الرحمن الموسى بداية عبد الرحمن أهلا بك في هذه النشرة أنت متواجد الآن في هذا المعرض كيف رأيت الإقبال إقبال الزوار على هذا المعرض خصوصا أنه يأتي قبل انتهاء العام الدراسي في المملكة أولا حياك الله أخي عبد الرحمن طابة مساء ومساء جميع المشاهدين الكرام نعم أتواجد هنا في معرض الرياض الدولي للسفر الذي انطلقت فعالياته وواكبت هذا الموسم موسم فصل الصيف وموسم السفر والسياحة تحت شعار جديد وهو عالم جديد ويواكب هذا الشعار التغيرات التي طرأت حول العالم في عالم السفر والسياحة والطيران يشارك في هذا المعرض 29 دولة في 57 جناح متخصص في عالم السفر والسياحة ومزيد من الحديث عن هذا المعرض يصرنا أن نضم معي من هنا على الهواء مباشرة الأستاذ إبراهيم المطيري وهو رئيس جمعية الرحالة ليحدثنا عن هذا المعرض وعن مشاركة أيضا جمعية الرحالة في هذا المعرض نرحب بك أستاذ إبراهيم عبر شاشة التلفزيون السعودي وحدثنا الله أعطيك العافية عن مشاركة جمعية الرحالة العرب أو الجمعية الرحالة في هذا المعرض وعن أيضا الأجنحة المشاركة الأخرى أولا حياكم الله في معرض السفر الدولي بالرياض هذا المعرض الذي أتى بعد جائحة كورونا الحمد لله والانفراجة الكبيرة التي حصلت في القطاع السياحي بمشاركة كبيرة وكثافة يعني خلال اليومين الماضية ما شاء الله تبقى عمان الكثافة الزوار التي حضروا للمعرض والعارضين والتنوع يعني بصراحة هذا المعرض كان مختلف تماما لتنوع العارضين وتنوع الدول وتنوع حتى شركات المشاركة أيضا الحمد لله سنة هذه حتى كثافة الوزراء والسفراء اللي زاروا والمعرض خلال اليومين الماضية كانت بصراحة ملفتة وهذا اللي خلينا نقول أن المعرض السنة هذه أعتقد الحمد لله أن صدى كبير جدا بحكم العلاقات القوية اللي حضيت بها العارضين وحتى المنظمين للمعرض جميلة سيد إبراهيم حدثنا عن مشاركة جمعية الرحالة في هذا المعرض بالنسبة لجمعية الرحالة طبعا هي جمعية تطوعية غير ربحية يرأس الرئيس الفخري سمول أمير تركي من طلالة من منطقة عسير وأنا رئيس مجلس الإدارة أعتقد أن الجمعية بحكم تطوعها في الجناح ومشاركتها في المركز الإعلامي بشكل عام لأن هي اللي ماسكها المركز الإعلامي وهي الشركة الاستراتيجي لألكتروني للمعرض السفر الدولي 2022 الجمعية قامت وتقوم على أعمال التطوعية في السعودية ولكن مشاركتها السنة هذه كداعم ومحفز للقطاع السياحي وهذا من ضمن أهدافها ومن ضمن رؤيتها ورسالتها جميل حدثنا عن أبرز المناطق السياحية في المملكة التي تهدف للتعرف بها هذه الجمعية في مملكتنا الغالية طبعا من ضمن الأهداف في جمعية الرحالة هي تحسين الصورة بالنسبة للخارج أو حتى للداخل والتسويق السياحي وتسويق المواقع التاريخية والأثرية للوطن من شمال إلى جنوب من شرق إلى غرب في كل مناطق المملكة الحمد لله الجمعية قامت وتقوم بأعمال جليلة لها مبادرات لها أهداف لها ملتقيات لها آخر ملتقى كان في منطقة القصيم ورعاه سمو الأمير أمير منطقة القصيم وحضينا في جمعية الرحالة بالعضوية الفخرية لسمو الأمير أرى خلفي الآن ومصورنا زميلنا سعد ليطلعنا على مثل هذه المركبة وهو دباب أو يسمى الدراجة النارية أعتقد أنكم تدعمون مثل هذه الرحلات الرحالة في مثل الدراجات النارية أو مثلا الدراجات الهوائية حدثنا عن أيضا مشاركة هؤلاء الدراجين في مثل هذه الجمعية ودعمهم أيضا لبرامجهم أحسنت صحيح زي ما تشوفون الآن لدى القسم قسم جديد أطلقت جمعية الرحالة قسم الرحالة الدراج وهو قسم جديد بالنسبة للجمعية أمس تم التجشين بفضل الله وكان وريرأس القسم الأستاذ مشعل الصقعبي والدراجات قسم جديد في الجمعية ونحظى إن شاء الله للإطلاق العديد من الأقسام في الجمعية وإن شاء الله راح تشوفون أهداف وأعمال كبيرة جدا طبعا حيكون إن شاء الله تابعونا على الملتقى الثاني للرحالة ورح تكون في أحد المناطق الأثرية في السعودية راح نسوق بإذن الله للمواقع هذه بإذن الله الأستاذ أبراهيم طيري وهو رئيس مجلس إدارة جمعية الرحالة شكرا جزيلا لك نعم زميلة عبد الرحمن هذا ما لدينا في هذا المعرض الجدير بالذكر أن هناك دولا جديدة شاركت في هذا المعرض وهي دولة طاجكستان وتنزانيا ومالطة في هذا المعرض بأجنحة لتعرف كل دولة عن أبرز المناطق السياحية في هذه الدول إذن كل شكر وتقدير لمراسل الأخبار السعودية الزميل عبد الرحمن الموسى ولضيفه الكريم شكرا لكم انطلق معرض الجبال الأول للكتاب بمركز الملك عبد الله الحضاري والذي يستمره حتى 28 من شهر مايو الجاري المزيد في التقرير التالي يأتي تنظيم المعرض من منطلق زيادة الوعي المعرفي والثقافي لدى أفراد المجتمع حيث يشمل المعرض صالتي عرض لدور النشرة بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة كالمحاضرات وورش العمل والأمسيات الشعرية الهيئة الملكية بادرت هذا العام ليكون هناك معرض للكتاب 2022 مدينة الجبال الصناعية بالهيئة الملكية وبإذن الله يكون هذا المشروع أو هذا البرنامج أو هذه الفعالية مستدامة وبشكل سنوي بإذن الله تعالى كنا متوقعين نكون حضور لكن لو سألتني بالشكل هذا لا والله ما كنت متوقع بالكثافة هذه ولكن الحمد لله هذا يدل على نجاح حملتنا فيه وجودة ما هو موجود في المعرض الفعاليات الثقافية التي تقام حاليا في المملكة في مختلف المطاطق تشكل بادرة جميلة جدا ونقلة ثقافية مميزة جدا سعداء فيها وإن شاء الله إلى الأمام دائما أنا ما كان في بالي أني أجي أو أنا ما عندي هواية قراءة الكتب بس أول ما جيت المعرض وشفت الكتب وشفت الجو دخلت في أجواء الكتب وأجواء المعرض وعجبني الجو حتى يعني في بالي الحين كم من كتاب شفتهم ودني أشريهم يعني يشكل المعرض حدثا ثقافيا مهما ويشهد إقبالا كبيرا من القراء والمهتمين يستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري محمد المزيدي الأجبال الصناعية وقعت شركة أرامكو السعودية وجمعية النخلة التعاونية بالأحسان مذكر التفاهم لمبادرة تطوير إنتاج التمور والصناعات الغذائية التحويلية وللاطلاع أكثر على المزيد ينضم إلينا من الأحسان مراسل أخبار السعودية الزميل محمد المزيدي محمد أهلا بك في هذه النشرة اليوم شركة أرامكو جمعية النخلة التعاونية هذه المذكرة حدثنا عن هذه المذكرة وأبرز ما تم فيها من نقاط نعم عبد الرحمن مساء الخير الإقبال على المنتجات الجديدة والصناعات التحويلية للتمور كبير جدا يعود إلى تغير النمط الاستهلاكي للتمور وكذلك إلى العادات الغذائية خصوصا لدى بعض الفئات العمرية التي لا ترغب وبشكل واضح في تناول التمور بالطريقة التقليدية تريد أن تأكل التمور بطرق جديدة بطرق حديثة كالصناعات التحويلية على سبيل المثال الأيس كريم الكعك بأنواعه وكذلك الحلويات المختلفة بالخصوص التي يستبدل فيها السكر الأبيض بالتمور وهذه تمثل فرصة عبد الرحمن كبيرة لمصانع التمور في الأحساء التي تبلغ فيها التي تضم الأحساء 32 مصنع وكذلك للشركات بالأحساء لإبراز منتجاتهم كذلك عبد الرحمن هذا ما لاحظناه من المتسوقين وهذا ما رصدناه من خلال المهرجانات الخاصة لتسويق التمور في الأحساء خصوصا هذه المنتجات عبد الرحمن تستهلك أطنان كبيرة من التمور وبالتالي ترتفع القيمة السوقية وبالتالي أيضا يستفيد منها المزارع الصغير وأيضا تحقيق الأمن الغذائي ويزيد كذلك من اهتمامه في جودة هذا المنتج الزراعي كما تعلم عبد الرحمن لحساء تضم العديد من الأصناف الخاصة بالتمور التي يتجاوز فيها 34 صنف من الأصناف المشهورة ويزيد من دخل المزارع كما ذكرت لك قبل قليل وكل صنف من هذه الأصناف التي ذكرت لك إياها عبد الرحمن تتميز بمواصفات وتتميز أيضا بميزات مختلفة عن الآخر وهذا ما يفتح أفاق جديدة للصناعات التحويلية الخاصة للتمور هذه عبد الرحمن ربما أبرز الأسباب التي جعلت شركة أرامكو السعودية أن توقع مذكرة تفاهم مع جمعية النخلة التعاونية وذلك لهدف تطوير إنتاج التمور وكذلك الصناعات الغذائية التحويلية أيضا هذه المبادرة عبد الرحمن تتضمن في مرحلتها الأولى إنشاء وكذلك تشغيل المصنع الخاص بالجمعية وأيضا تهدف إلى مساعدة 200 من المستفيدين ذوي الدخل المحدود داخل محافظة الأحسان هذه تقريبا أبرز ملامح هذه الاتفاقية وربما أبرز الأسباب التي جعلت هذه الاتفاقية تقام خلال هذه الفترة وهذا هو الحديث الذي لمسنا من الغرفة التجارية الجهة التي نظمت هذه الاتفاقية وكذلك استضافت هذه الاتفاقية هذا كل ما لدي عبد الرحمن أعود لكم جددا بالصوت والصورة من داخل الأستوديو إذن كل شكر وتقدير لمراسل الأخبار السعودية الزميل محمد المزيدي من الأحسان متحدثا ومفصلا عن مذكرة التفاهم لمبادرة تطوير إنتاج التمور والصناعات الغذائية التحولية شكرا لك رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة وفي مستهل الجلسة أطلع مجلس الوزراء على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية وما جرى خلاله من التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين واستعراض تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها وأوضح معالي وزير العلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة عند المجلس تطرق إلى اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع في المملكة ولولايات المتحدة الأمريكية ونتائج الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية السعودية الجزائرية وما اجتملت عليه من توافق حيال تعزيز أواصل التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وجدد مجلس الوزراء ما أكدته المملكة في المؤتمر الوزاري للأمن الغذائي العالمي من إلاء سياساتها الخارجية أهمية قصوى لتوفير الظروف الدائمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب في الحصول على مستقبل مشرق سواء في الشرق الأوسط أو في العالم أجمع ومن ذلك مبادراتها النوعية في مواجهة التحديات البيئية وجهودها الإنسانية في دعم الدول النامية والأكثر حاجة لتعزيز أمنها الغذائي والحد من الجوع والفقر وبيّن ما عليه أن المجلس تناول في الشأن المحلي عددا من التقارير عن مؤشرات الاقتصاد الوطني ونتائج الميزانية العامة للدولة وأداء الأجهزة العامة خلال الربع الأول من السنة المالية لعام 2022 مجددا العزم على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واطلع مجلس الوزراء للموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على من انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وأهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها وقد انتهى المجلس إلى ما يلي أولا الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين المملكة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية ثانيا التباحث مع الجانب الكولومبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جمهورية كولومبيا ثالثا التباحث مع الجانب السريليوني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون ومشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين المملكة وجمهورية سريليون رابعا التبحث مع جانب ساحل العاج في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الداخلية والأمن في جمهورية ساحل العاجة خامسا التبحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية غانا للتعاون في مجال التشجيع الاستثمار المباشر سادسا الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة والجمارك السنغفورية في جمهورية سنغفورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية سابعا الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف ثامنا تعين الدكتور بدر بن إبراهيم بن سعدان وعجلان بن عبد العزيز العجلان وعبد العزيز بن محمد السبيعي أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار تاسعا الموافقة على استراتيجية التقنية المالية عشرا إضافة فقرة تحمل الرقم أربعة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 51 وتاريخ 18-1441 للهجرة بالنص الآتي أربعة قيام الديوان العام للمحاسبة بالتنسيق مع وزارة المالية بإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية وتحديثه وتعميمه على الجهات المشمولة برقابته ومتابعة الالتزام به بما يضمن التوافق والتكامل مع ترميز وتصنيف المنتجات والخدمات القياسية للأمم المتحدة حد عشر الموافقة على الترقيات للمرتبتين الخامسة عشر والرابعة عشر وذلك على النحو التالي ترقية مشعل بن عايض بن معتق العتيبي إلى وظيفة وكيل إمارة بالمرتبة الخامسة عشر بإمارة منطقة مكة المكرمة ترقية زيد بن سعد بن زيد القحيز إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الخامسة عشر بوزارة الداخلية ترقية عبد الرحمن بن سالم بن محمد شكر إلى وظيفة مستشار قانوني أول بالمرتبة الخامسة عشر بوزارة التجارة ترقية ماجد بن أحمد بن حسن العمر إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الطاقة ترقية منصور بن إبراهيم بن عبد الكريم النافع إلى وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشر بالأمانة العامة لمجلس الوزراء كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقارير سنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز السعودي للاعتماد والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للأحصاء والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية والنيابة العامة المتعلقة بالجوانب الإدارية وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيالات تلك الموضوعات أعلنت القائمة بالأعمال في السفارة البريطانية في المملكة أن إعفاء السعوديين من التأشيرة لدخول المملكة المتحدة سوف يكون بداية من شهر يونيو القادم ويمكن الحصول على الإعفاء الإلكتروني خلال 24 ساة أنا سعيدة جدا بالأعلان عن هذا الخبر للإعفاء الإلكتروني لتأشيرة الدخول والذي سنقدمه للسعوديون في بداية شهر يونيو حاولنا وكنا مصرين على أن نصل إلى ما وصلنا إليه هذا اليوم لكي نعلن عن هذا الخبر طالما أنك مواطن سعودي وتحمل جواز السعودي يمكن التقديم للحصول على البيزا من أي مكان في العالم فقط بالتقديم عبر الأونلاين وتقوم بإدخال بيانات جوازك وتاريخ السفر إنه جدا سهل وواضح من المميزات أنه إذا قدمت قبل 48 ساعة تستطيع أن تحصل على البيزا في 24 ساعة بحيث تكون الإجراءات أسرع بكثير من الطريقة التقليدية ومن المميزات أن تستطيع أن تقدم قبل ثلاث أشهر إلى 48 ساعة وأيضا أن سعر الفيزا الواحدة معقولة جدا وتبلغ 30 جنيه استرليني فعلى سبيل المثال إذا أخذت عائلتك معك سيكون ذلك أوفر والتقديم أسرع ولا يحتاج أن تأخذ جوازك إلى استفارة فقط تقدم أونلاين وتحصل عليها بسرعة جدا وأضافت أن الإعفاء الإلكتروني خاص بتأشيرة الزيارة ومدتها ستة أشهر بحد أقصى وتكون رحلة واحدة هذا لنوع معين من التأشيرات هذا فقط للحصول على تأشيرة زيارة تصل إلى ستة أشهر وتكون رحلة واحدة دعنا نقول أن لديك طالبا يدخل ويخرج من المملكة المتحدة منذ أكثر من عام أو شيء من هذا القبيل هذه الفئة يجب أن تحتفظ بتأشيرتها الحالية فهم بالتأكيد لا يريدون استبدالها بتأشيرة زيارة لأنها لا تحتوي على نفس الخصائص إذا تقدمت بطلب الحصول على تأشيرة إلكترونية ولكن لديك نوع آخر من التأشير في جواز سفرك فقد تصبح هذه التأشيرة باطلة لذلك إذا كان لديك نوع مختلف من التأشيرات استمر في استخدامها ولا داعي للتبديل إلى تأشيرة الزيارة فهي المتقدم الجديد الذي يتطلع إلى زيارة المملكة المتحدة ولكن يمكنك فقط استخدامها للدراسة والرحلات الطبية والعمل والسياحة ولها استخدامات متعددة ولكن تقتصر على دخول لمرة واحدة ولمدة ستة أشهر ولكن إذا كنت بحاجة إلى دخول متعدد أو كنت تريد تأشيرة طويرة الأجل فليزال بإمكانك التقدم باستخدام النظام التقليدي وأوضحت القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في المملكة أنه عند تقديم طلب التأشيرة لا بد من إدخال الرحلة المحتملة على الخطوط الجوية والتاريخ والوقت المحتملين والتعديل قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في حال تغيير خطط السفر حتى ثلاثة أشهر من ثلاثة أشهر إلى 48 ساعة وعندما تقدم طلبا قبل ثلاثة أشهر عليك إدخال رحلتك المحتملة على الخطوط الجوية السعودية أو البريطانية والتاريخ والوقت المحتملين وبعد ذلك يمكنك تسجيل الدخول وتعديل تلك التفاصيل إذا تغيرت خطط سفرك الأمر المهم أن بعد 48 ساعة لا يمكنك تغيير أي شيء يحدث ذلك غالبا ما يحب الناس القيام بذلك هذا جيد ولكن يجب إعادة تقديم طلب جديد للحصول على تأشيرة إلكترونية ثانية للعودة إلى البلاد فهي تسمح بالدخول مرة واحدة رحلة واحدة يمكنك مضعفة تردد تأشيرة إلكترونية على ما أعتقد حتى ستة مرات في نفس الوقت ويمكنك تقديم طلبين للحصول عليها من باريس أو روما أينما تريد نعم يمكن للطلاب السعوديين استخدامها لمدة تصل إلى ستة أشهر إذا كنت تقوم بدورة قصيرة الأجل فلا بأس بذلك ولكن إذا كنت تحصل على درجة الماجستير مثلا فيجب أن تقدم على تأشيرة طالب كاملة الطريقة التي تعمل بها هي ملء طلبين عبر الإنترنت وعادة ما تحصل على الرد في غضون 24 ساعة وهذا هو التأكيد على حصولك على التأشير هذا التأكيد قد تقيه إلكترونيا على هاتفك أو يمكنك طباعة نسخة وتحتاج إلى إظهار ذلك للناقل قبل السفر إلى مملكة المتحدة سيسألونك عنها وستظهر ذلك لهم عند وصولك إلى مملكة المتحدة وعندما تظهر جواز سفرك للهجرة سيرون أنه قد تم تخلصك ويمكنهم التصديق على جواز سفرك لا للأسف طلب واحد لكل شخص ولكل طفل ولكل رضيع ولكن العملية مباشرة حقا ونادرا ما ترفض قد يتم رفض طلب إذا قدم شخص منصورة غير واضحة لجواز سفره فسيطلبون منهم صورة أوضح لجواز السفر إذا كانت عائلتك مكونة من أربعة أو ستة أفراد وقمت بإرسال طلباتك فستحصل على الموافقة تلقائيا بعد 24 ساعة دشنا البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد بطول 8700 كيلومتر حيث يعد شريانا رئيسيا بين محافظة تعز والمحافظات الأخرى يهدف هذا المشروع بإعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد إلى إصلاح الأضرار والانهيارات الجزئية فيه لرافع كفاءة السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطريق وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع وتحقيق التنقل الآمن لعابرها نشرة انتهت وهذا تذكير بعناوينها برئاسة خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء يعقد جلسته في قصر السلام بجدة خادم الحرمين الشريفين وسموه للعاد يهنيان رئيس وزراء كومانوالث استراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية خلال منتدى دافوس العالمي وزير المالية يؤكد أن المملكة ماضية في تنويع مصادر الدخل وكان في نشرتنا أيضا البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدشن مشروع إعادة تأهيل طريق عقب تهيجة العبد لربط تعز بالمحافظات الأخرى مشاهدين شكرا لطيب المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر